مع تخطي جلسات الانتخاب الرئاسية الاربعين تقلص معها عدد النواب المشاركين إذ لم يسجل حضور سوى 33 نائبا حتى إن التصريحات عقب رفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب كانت قليلة مقارنة بالجلسات السابقة جلسة اليوم هي جلسة الـ 41 ما هي اللي بتأكد على واقع أنه الجريمي بحق لبنان مستمرة والله يسامح المجرمين اللي عم برتكبوا هز جريمي بحق الشعب اللبناني بحق مستقبل لبنان هذا البلد عم ممر بمراحل خطرة وكل جمعة بتمر بدون انتخاب رئيس بدون رئيس الخطر عم بزيد على لبنان إذا كان الموضوع موضوع دوحة لبنانية فهذا مرفوض رفضا باتا وإذا كان الموضوع مطروح أن نتطاول على النظام والناس على تغيير النظام فهذه أمور خطيرة أما إذا كان الموضوع لمناقشة أمور بلد فهذه السلة المتكاملة أو الكاملة يجب أن تشمل قبل كل شيء السلاع غير الشرعي لحزب الله وكنا نبحثه في استراتيجية دفاعية على طاولة الحوار الوطني برئاسة رئيس الجمهورية وأن تشمل الالتزام بإعلان بعبدة وعلى همش الجلسة كان لقاء ضم الرئيس فهد السانيورة والنائبين ياسين جابر وجورج عدوان وجرى البحث في المقترحات المقدمة للحل المشكلة يأما أنه يقعد طيار المستقبل والعماد عون ويتفاهمه يأما المشكلة الثانية أنه نروح على قانون انتخابات جديد ونعمل انتخابات وننتخي برئيس وقد حُددت الجلسة المقبلة في الثالث عشر من تموز المقبل على أن تتزامن وجلسة اللجان النيابية المشاركة التي يفترض أن تستكمل البحث في القانون الانتخابي بأسل العريضي قناة الجديد ترجمة نانسي قنقر